هل حصل إن أسامة مونير شاف إن بيت على شافة الانهيار حياة زوجة على شافة الانهيار فقرر إنه هو يعني يصلح الحال هل تحصلت مثلاً؟ حصلت في البرنامج وقلت له خليك معايا ما تقفلش كان حد برضو بيتطلقوا آه قلت له ما تقفلش المخرج قال له طب إديني رقم زوجتك فطلبناها على الهوى فحاولت معاها ورجعت تاني طلبته كل ده على الهوى آه علشان ألحق البيت قبل ما يتخرج وحاجات كتيرة جداً بيجي لي يقول لي يقول لها أنا بحبها والبيت بيتخرب أهلها بيتدخلوا في كل حياتنا فبتدي يوجه لها رسالة بيرجع تاني يكلمني يقول لي الحمد لله مراتي راجعت والدنيا تمام وأمان ببقى ومسوط جداً ربنا أكرمك والله ربنا أكرمك والله طيب هو فعلاً الرجل المصري مفتاحه معدته يعني نشوف رجالة هنا دلوقتي مشايرين بوستات ممكن نشوف البوست بتاع المنبار والحمام حاجة عظم أحلى عيد حب ده بص بص الجمال بدل الورد حطين شوات منبار وشوات حناب ده زمننا حسيم كامل بنوانجلي كل التحية طبعاً الراجل يحب طبعاً ياكو أي إنسان في الدنيا بيحب الأكل مفتاح الراجل الراجل عينيه مفتاح الست ودنها فالراجل عايز يشوف بعيداً طبعاً عن كل القيم المظبوطة الراجل عايز يشوف صورة جميلة الست عايزة تسمع كلمة جميلة أنا شايفت بتبص على حالة معلش اسمحلي برو عشان برضو نضم الحالة دي ده راجل شاب جميل في برسعين راح جاب لزوجته هديد الفلانتين بطة فمتصار مع البطة باللي في هونك الحامرة هي ثم بعدها اللي بعدها أهو أخدها لها بقى ولا ففة لا معرفش ده كرومبا وأخد لها معاه كرومباية حلوة اللي بعدها الموضوع الكبر قادل بطاية في الآخر هو الراجل مبسوط حابت بيقضي الفلانتين هي المفروض تردله الهداية بخيارة بقى يعني ماشا انت جايب لي بقى تخد الصلطة اعمل انت الصلطة على فكرة فيه ناس بتجيب هديد الفلانتين للبيت يعني أجيب لمرتي حاجة للبيت دي همتبقى شديد الفلانتين طب مكبيات صدقني لو جبت لها حاجة ستينلس مش أقول لك ولا دهب ولا بتاع ليها هي صح وحاجة صغيرة قوي صح دي بليها معنى كبير جدا الكلمة تماشي الحال الكلمة طيبة حلوة بس لما يكون الانسان ظروف وحشة والست مقدرة انما طالما ظروفك تسمح انك تجيب ولو هدية صغيرة الحدوتة مش في الهدية الحدوتة في فكرة انك بزلت مجهود انك نزلت دورت خدت بلوقتي عشر دقايق واهتمت بيها فجاب لها حاجة ليبتساعدها جدا عندك حاجة